كنا نتكلم قبل الفصل عن الأسعار وإزاي اتأثرت أسعار الكتب بارتفاع أسعار الورق والطباعة عالمياً معرض الكتاب الحقيقي بيبقى فرصة كبيرة أنه نلاقي كتب كتير أصلاً ما بنبقاش لقيانة نلاقي ليها إصدارات وتكون موجودة في معرض الكتاب والأسعار بتبقى فارقة ده فعلاً وطبعاً في زيادات كبيرة جداً في الأسعار الورق فعلاً زي ما حضرتك تفضلت وقلت ولكن إحنا لازم نأكد على حاجة المعرض القيارة الدول الكتاب بيحرص كل مشارك فيه بما فيهم دور النشخ الخاصة بأن يعملوا تخفيضات بمناسبة المعرض مش موجودة عندهم طول السنة دي مختخفيضات بيعملوها وخصومات للقارئ في معرض القيارة الدول الكتاب مخصصات ليه بالإضافة إلى أن طبعاً وزارة الثقافة بقطاعاتها يعني بتقدم الإصدارات والكتاب بأسعار يعني في غاية السهولة وفي متناول الجميع فعلاً يعني إحنا عندنا جناح مبادرة وزارة الثقافة اللي أطلقتها الأستاذة الدكتورة نيفين الكلاني وزير الثقافة بمبادرة الثقافة والفن للجميع ده فيه جناح مخصص ليها الجناح ده الكتاب فيه ما بيزدش عن 20 جنيه يعني ممكن حقيقة تلاقي فيه كتاب ب3 جنيه وب5 جنيه وب7 جنيه وب6 جنيه كتير جداً عدد من العنوين المهمة اللي ممكن ما تلاقيهاش يعني بسهولة تلاقي العنوان تلاقي كتاب ب7 جنيه وب8 جنيه ده طبعاً ما فيش أسعار كده يعني في أي حاجة أبداً بالإضافة إلى أن التخفضات اللي في الجناح الرئيسي يعني غير ده جناح المبادرة اللي هو المخفض الجناح الرئيسي اللي هو الجناح الأم اللي هي المصلاح العامة للكتاب يعني فيه تخفضات بتصل إلى 20% بالإضافة إلى أن سعر الكتاب بالفعل مش مبالغ فيه ده يعني وفق خطة العدالة الثقافية اللي الدولة ماشي فيها وطبعاً ده عشان يعني لضمان وصول الكتاب لكل واحد ما محتاج الكتاب والمعرفة والثقافة طيب نوعية التسهيلات اللي عملناها لأي معويقات ظهرت الدورة اللي فاتت وإحنا بالتأكيد كل دورة عايزين نشوف يعني دورة أنجح من الدورة اللي قبلها نوعية المعويقات اللي حصلت والحلول اللي اتعملت لها سواء على الجهات التنظيمية أو بالنسبة للنشرين المعويقات بصراحة هي المعويقات بتبدأ يعني تنتهي خالص احنا بنعمل بقى بنزود في التسهيلات والخدمات المقدمة يعني زي احنا بن مثلا دخول زوي القدرات الخاصة بيدخلوا مجاناً دخول كبار السن بيدخلوا مجاناً هم وزويهم يعني لما يجي حد من زوي القدرات الخاصة أو كبار السن ومعهم زويهم بيدخلوا مجاناً من تراكل واحدهم مع تسهيلات من خلال الشباب المتطوعين في برنامج أنا متطوع اللي هو ما بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المستقبلية العامة الكتاب ووزارة الشباب ترجمة نانسي قنقر